أزول في اللون السلام عليكم شكرا على دعوتكم لي بشفاء شكرا على مؤذرتكم ليها هذا يحس في نفسي طبعا يعني خاصة كان الناس يتبعوا فيها حتى في الملامح يتبعوا فيها في كلش وكان إخوان يقول لي يا أخي شا مراك تعبت ارتاح شويا ويا صح من جهة كائن يرهاق بين كتابة وبين الأمور الإدارية وبين الأبحاث وبين تسجيلات اليوتيوب ولكن هذا هو الاختيار لبنى دمخداح نهارلوي شكرا لكم شكرا جزيلا موضوعنا اليوم يتحدث على السعيد شنقريحة منذ أول نوفمبر السعيد شنقريحة وبين شفناه يشارك في الاستفتاء على الدستور ما زدناش شفناه إلى يومنا هذا إلى غاية هذه الساعة كل ما عرفنا عليه أنه يوم أربعة نوفمبر مجلة الجيش وهو بالأحرى موقع الجيش نشر خبر أنه سعيد شنقريحة وبعث رسالة رسالة التأزئة إلى عائلة الفقير لخضر بورك من ذلك اليوم لا خبر ولا رحة لأن حتى هذه الرسالة التي تندارت المفروض تبان وللاش تندار رسالة وما يروح شوها يحضر مثلا في الجنازة مثلا لخضر بورك وما يحضر بورك من ذلك من ذلك سعيد شنقريحة يكثر الكثير من الخارجات وما يجب اليوم ثلاثة تبدأ تساؤلات تثار تبدأ تساؤلات وهذا شيء منطقي هو واحد الذي يجب أن يقعد معك يشرب قهوة كل يوم كل يوم يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون يجب أن يكون اليوم يجب أن يكون في عشرين يا صاحبي يجب أن يكون يجب أن يكون وصلت الأمور وأن يمكن اجتماع القوى 5 زايد 5 بتاع البحر الأبيض المتوسط والذي حضروا الأمين العام ليوزار الدفاع وليس سايد شنقريحة نحن يعني كان من مفروض حتى ما يبقى حتى لبس وما يبقى حتى يعني تخربشين يقولوا أنه لقد نبى السيد الرئيس الأمين العام يزار الدفاع على قائد الأركان سايد شنقريحة لتمثيل الجزائر في اجتماع الخمسة زايد خمسة لرؤساء الأركان للبحر الأبيض المتوسط هذا اجتماع لرؤساء الأركان وليس اجتماع لأمنا العامين للوزارات الدفاع الأمور واضحة يا جمع هذا اجتماع لرؤساء الأركان ومن المفروض أنه حتى في حالة ما يكون غايب قائد الأركان لي مثلوا كقائد أركان هو قائد القوات البرية أو نائب قائد الأركان حتى الأمور تكون واضحة قائد عندما تأخذ من عام وزارة يحضر اجتماع تأخذ كلهم ميدانيين كلهم ميدانيين ملاخذ إداري وش جيدين ميدانيين تبدأ الأمور تبدأ الخلطة و و بعد يقول لك ماذا تدخلك أنتم ما تظلوا تبانوا أنتم ما تظلوا تبانوا تحبط بي نروحكم ما تحبط بي نروحكم أخي العباء يقول شفافية العباء يقول لي شفافية ما فيها حتى عيد ولا قدر الله يقدر الخير يعني يقدرها لبلدنا و إن شاء الله تبان في الأيام القادمة أسباب غياب سعيد شنغريحة حتى ما نمشيوش في مهاترات وفي تحليلات ما عندها حتى معنا وما نمشيوش في كلم فارغ ننتظروا مباشرة سيكون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشفاء العازل لكل أمراض كورونا وكل أمراض الأوبية الأخرى والأمراض العديدة الأخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته